خلوني أخدكم نروح على تقرير بيؤكد في دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار التعاون والتنسيق ما بين كل الجهات المعنية للإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضايع اللي موجودة في المواني المصرية بحيث أنه كل حاجة بإذن ربنا تلاقيها دايماً متوفرة جوى السوق هتشوف أنه ده بالمناسبة اتقال من خلال تقرير مفصل حول كل المستجدات الخاصة بموقف البضايع المفرج عنها في المواني المصرية تقرير مهم جداً عاوزين نسمع، نشوف، نفهم، ونطلع الفاصل جهود حسيسة تبذلها أجهزة الدولة من أجل الإسراع في إجراءات الإفراج الجمركية عن مختلف السلع والبضائع بالمواني المصرية سعياً لتوفير السلع المختلفة بالأسواق المحلية القيمة الإجمالية لما تم الإفراج عنه من البضائع منذ أول ديسمبر الماضي وحتى الآن بلغ نحو 8.5 مليار دولار وذلك من خلال مختلف الأنظمة سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات أو من خارجه وبشكل تفصيلي فإن البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال أول عشرة أيام من شهر يناير الجاري وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار بينما شهد شهر ديسمبر الماضي الإفراج عن بضائع بنحو 7 مليار دولار وخلال أول عشرة أيام من شهر يناير الجاري وصلت قيمة البضائع المفرج عنها للأغراض الصناعية إلى أكثر من 613 مليون دولار متضمنة ما هو سلع غذائية ومسلزمات صناعية أولية أو مصنعة وغير ذلك من قطع الغيار والأجزاء اللازمة لهذا القطاع الحيوي ووفقاً لنظام التسجيل المسبق للشحنات وصلت قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من الأول وحتى العاشر من يناير الجاري من سلعة الظرة إلى أكثر من 47 مليون دولار فيما سجلت قيمة المفرج عنه من فول الصوية نحو 28 مليون دولار خلال هذه الفترة كما سجلت الكيمويات الخاصة بالأدوية 56 مليون دولار الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الإفراج عن مسلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والبضائع المتواجدة بالمواني وهو ما سينتج عنه انفراجة بالأسواق ويحدث توازناً في الأسعار بالسوق المصري نحن أينالًا ắtناً